طالب حمزة جمل المدير الفني لفريق الإسماعيل سرع التجهيز عبد الرحمن مجد والمصابين للمباراة المقبلة في الدوري والتي ستكون حاسمة في موقف الفريق للهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني وتعافى عبد الرحمن مجد من الإصابة بمزقف العضلة الفخد والتي حرمته من التواجد مع الدرويش في المباراة المهمة الماضية وكان اللاعب جهز للمشاركة في مباراة طلاع الجيش الماضية ولكن الجهاز الفني بقيادة حمزة جمل رفض المغامرة به لمنحه فرصة أطول لاستعادة فرماته الفنية والبدنية ويبحث حمزة جمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التي تمنحه الإطمانان لحد كبير على بقاء الإسماعيل في بطولة الدوري خاصة أن فرق القاع بدأت في تجميع النقاط ويشعال الموقف فيأمل في الخروج بالنقاط السلاسة لتصحيح مصار فريد درويش ويحاول حمزة جمل تجهيز لعبيه نفسيا لمواجهة تمسيح النيل التي تمثل أهمية كبيرة في الابتعاد عن شبح الهبوط حيث يتحدث مع اللاعبين عن أهمية الفوز في هذه المباراة وحصد السلاسة نقاط خاصة أن أسوان يعد أحد المنافسين في منطقة الهبوط وطلبهم بالقتال طوال المباراة من أجل العودة لسكة الانتصارات للابتعاد خطوة مهمة عن منطقة الهبوط ويلتقي الإسماعيلي مع تمسيح النيل يوم 29 يونيو الجاري باستاذ الإسماعيلية ضمن منفسات الجولة لـ 32 لمثابة الدوري ولابد من هزيمة أسوان إذا أراد أن يهرب من منطقة الهبوط ويطمئن نسبيا للبقاء في الدوري الممتاز